ملامح صراع بين المحورين العالميين الشرقي والغربي على العراق بدأت تتوضح للعلن طرفا صراع كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة من جهة أخرى ملامح هذا الصراع المستجد ترسم الآن على قرارات مجلس الأمن بشأن تمديد بحثة الأمم المتحدة في العراق يونامي فالقرار الذي يعكف المجلس على إصداره تتولى صياغته الولايات المتحدة على اعتبارها حاملة القلم عن العراق في مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة فإن الولايات المتحدة وزعت في العاشر من الشهر الجاري المسودة الأولى للقرار على أعضاء المجلس وعقدت مفاوضات في الخامسة عشر من الشهر ذاته ثم عممت مسودة منقحة في التاسعة عشر من آيار الحالي ووضعت ضمن إجراء الصمت وهو إجراء يعطي 2.70 ساعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإبداء اعتراضاتها هذه المسودة اعترضت عليها لاحقاً كل من الصين وروسيا قبل أسبوع لتعود الولايات المتحدة وتعمم مسودة منقحة وتواجه اعتراضاً آخر من الصين وروسيا وبعد ذلك قدمت الولايات المتحدة مسودة للمرة الثالثة منقحة باللون الأزرق وهو ما يعني عدم إخضاعها لإجراء الصمت في خطوة لتجنب الاعتراض الصيني الروسي وتؤكد المصادر أن تقديم مشروع قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة باللون الأزرق إلى الألمين العام للأمم المتحدة يعني إجراء مراجعة استراتيجية مستقلة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والانتهاء من تلك المراجعة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر أذار من العام المقبل بالتشاور مع حكومة العراق بالإضافة إلى الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر